قال الرئيس السيسي أنه حرس على إطلاع المستشار النمسوي على الخطوات الجدة والمستمرة التي تتخذها الدولة المصرية فيما تعلق بحقوق الإنسان من منظور شامل ومقاربة متكاملة تستهدف تمكين المواطن المصري من ممارسة كافة حقوقه وذلك في إطار حوار مصر المنفتح مع الشركاء يأتي ذلك فيما أكد الرئيس السيسي استعداد مصر الدائم للحوار والتعاون البناء مع شركائها فيما يتعلق بهذا الملف المهم وفي إطار حوارينا المنفتح مع شركائنا فقد حرست على إطلاع دولة المستشار على الخطوات الجادة والمستمرة التي تتخذها الدولة المصرية فيما تعلق بحقوق الإنسان من منظور شامل ومقاربة متكاملة تستهدف تمكين المواطن المصري من ممارسة كافة حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كفلها الدستور المصري وذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تنفذها الدولة على عدة محاور مؤكدا استعداد مصر الدائم للحوار والتعاون البناء مع شركائها فيما يتعلق بهذا الملف المهم كما أطلعت الجانب النمساوي على النجاح الكبير الذي حققته بصر حكومة وشعبا في مواجهة ظاهرة الإرهاب والتطرف خلال السنوات الماضية